في ظل غياب دور الأجهزة الرقابية وعدم تفعيل القوانين الرادعة شهدت سبها في العوينات الأخيرة ازديادا غير مسبوق في عدد الصيدليات العاملة بالمدينة وتدار أغلب هذه الصيدليات من أشخاص غير متخصصين ما زاد من تفشي هذه الظاهرة وسط احتمال أكبر لوقوع أخطاء طبية لا تحمد عقبها في أشخاص قارين صيدلة والشهادة واضح لكن الشهادات اللي وقتينهم شهادات دبلوم صيدلة شهادات الدبلوم تفرق عن شهادة البكالورس من ناحية الممارسة سواء كانت تفرق من ناحية العلمية ومن ناحية الممارسة أول حاجة شهادات الدبلوم يعني يخضوا فيه بجانب ممكن علمي أكثر من هو جانب عملي وهذا الشيء اللي يخلي ممكن فيه عزوف من أشخاص هذين وبحكم الرهبة يعني ما عندهم مش المعلومات الكافية انهم يمارسوا المهنة رغم كثرة أعداد الصياد له والخريجين هنا فإن المجال اقتحمه آخرون من خارجه لا سيما أن معظم أصحاب الصيدليات باتوا يرون فيها تجارة تدر عليهم الأموال بغض النظر عن النتائج الكارثية للتدخل غير المتخصص في العلاقة بين الطبيب والمريض والدواء الأمر الغير جيد هو وجود غير متخصصين في الصيدليات يعني اللي بيكونوا بالبيع للدواء يعني مش تخصصهم صيدلة وهذا يعني أمر يؤثر بالسلبة على المواطن يعني لاحظنا حتى وجود لما يخطو الصيدلي يخطأ في الدواء لما نجوه نراجع ونراجع نقول الصيدلي اللي يعطاه الدواء غير متخصص لو فرضا مثلا أني أخذت وصفولي دواء خطأ حيأت ترسالي بالموضوع هذا مرات الدواء حيديلي مضاعفات لما يديلك مضاعفات حيأت ممكن يسبب لك حتى الوفاة فالموضوع يعني خطير جدا تنظيم عمل الصيادلة المتخصصين بسبحة يحتاج إلى وجود جهات رقابية تعمل على تفعيل القوانين التي من شأنها أن تحد من تفشي هذه الظاهرة وتحمي المواطن وصحتها اشتركوا في القناة